يا محمد، عدنا نتكلم عن إنجي، ها؟ هل نريد أن نتكلم في الحياة الشخصية أو الشغل؟ الفقرة دي، زي ما أنت عايز؟ إنتي اللي رايحك إنتي، أنا ضيفك النهاردة، إنتي عايزة إيه؟ أنا بفكر الحياة الشخصية، أنا عاجبني العلاقة دي، ما شاء الله لهم أبارك هي بتيجي معاك على طول إنجي في الانتروفيوز، في العادي؟ لا إنجي مراتك؟ لا، ما بيجيش ما هي ما بتحبش ليه بقى؟ مراتي بتحبش الأدواء يعني تحبش تظهر خالص؟ لا، لا، لا بتعمل معك إيه كل ما؟ إحنا، إحنا غلابة ستسألي، إحنا مش بطوع إحنا كلنا غلابة لا، إحنا مش بطوع الأدواء إحنا مش بطوع الأدواء، أه؟ مش بطوع الأدواء، يعني مراتي مش بتاعة الشو بتاعة ما ما بتحبش بس بتهتم بكل تفصيلة؟ يعني إنت كنت عايز قهوة لك إيه؟ هي بتخيب على؟ آه، طب الحمد لله، مش خلاص بقى، أنا مش عايز أتكلم كتير في المواضيع دي كده عايز قهوة يا جماعة، إيش أدري؟ راح تقال له لا يا محمد، وهي لا لا، مصلحتي طبعاً كيف عليكم، بتهتم بكل تفصيلة؟ أنا سألت على حاجة كمان، معها باسورد الموبايل؟ إيه؟ معها باسورد الموبايل؟ طبعاً، أنا بعمل حاجة غلط رفع رأسنا والنبي، أي والله برافو، برافو يا جوجو طب، بقول لك، لو قلبت في الموبايل، انت بتضايق؟ أضايق ليه؟ لا، يا عدوية كده خلي بالك رجالة كتير تزعل منك كلك، ده مش حقاها، إن هي تاخد باسورد الموبايل بتاعي ده مش حقاها، دي خصوصية، إيه الخصوصية دي بقى؟ خصوصية؟ إيه الخصوصية دي؟ لا، بصي أنا ما بدمنا الحمد لله في التمام، أنا أي حد يقلب في الموبايل مع أنت بتعمل إيه لما تشوف المعجبات؟ ها؟ بتغير لما تشوف المعجبات؟ لا، هي متفاهمة انت بتناديها، صح؟ هي عارفة نتكلم تحت الهواء بتقول أنا بنا ديها، الحقيقي يا عيش؟ لا، هي عارفة عارفة طبيعة شغلي، أما حاجة، عارفة طبيعة شغل رجال كده بقى لكم كم سنة جواز؟ كده أنا تحس بس إلي إيه؟ نتكلم على أي حاجة تانية؟ لماذا؟ ما شاء الله الله هو مرسى؟ خلاص، ما لش نقول نتكلم على الشغل إيه أكتر أغنية نجي بتحبها؟ كطير، أغني كطير ايه أكتر أكتر وحدة، لكي سأسألها أيضا أكتر واحدة إليت وجدتها بالدندين؟ أغني كطير أقول لك، قول مثلا، ثلاثة و أنا هسألها هي نفس السؤال، أنا أختبركم التونين على الهواء أسألها هي لا، قولت لا، قول أنت من رأيك إنجي بتحبني ورأينا وبابا متوشوفة وأدي بيحشري خوفك سوفها لما بكون وحيشة دي دنيا كنت أمتعشة ليت فيها حلم حلمت بي كنت متعلي يا 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 إنجي قالت لك كسبت أنت كنت عارف أنا عارف مراتي بتحب إيه طبعا نرضى البرنامج عن حياتك الشخصية هنتكلم عن الفن عايزة تكلم عن أحمد ومونة وعايزة تكلم عن وردة كمان في أخويل بتقول أن أنت لما خلتش وردة أختك تغني يا خالص أما ليه؟ أم يعني هي أنا خفت عليها بس لأننا كنا صغيرين وهي طبعا أنت عارفة اللي أخذتك شارئي أو أنا شارئي جدا بصراحة صعيدي أوي يعني أساسي صعيدة إحنا من ملاوي من مينيا وأقدر ناس صعيدة في الدنيا كلها الحمد لله وكل الناس طبعا مش صعيدة بس حمش أه فلا طبعا يعني كانت بتدرس ساعتها كانت صغيرة برضو بس أنا أنا أنت كبير أنا كبير أه بس مش 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 ما خلتش ما تغنيش لا مش يعني تسهر بالليل وأنا بقى مش موجودة يعني برضو كل واحد فينا بيخاف على أخته يعني ست ملاجر مطبخها وبيتها أحسن من المهم مش قوي كده أنا ما بتكلمش بطريقة دي بس يعني في تشتغل شغلانة تانية يعني لا في حاجات تانية متعبة يعني أنا مش عايز أختي تتعب زي ما أنا تعبت ليه بعدين هي مش هوية قوي كانت يعني مش عارفة لو هي لو هي يعني حاجة فزة أه لا كنت أخلي هي تغني ترى؟ يا تمويتك معنا دي لا لو فزة لا 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 مش فاهمة ولا يعني أوه ما كنتيش اللي هو يعني عادية لا هي حلوة بتغني حلو بتغني كويس لأنها كلنا عندنا الجينات دي لكن أنا موقفتش قدامها لأنها كان هتتجوز بقى لازم تتجوز وبيتها وعيالها هو مين اللي خد الجينات دي في أحمد ومونة في أحمد ومونة اللي اتنين صوتهم حلو اه اللي اتنين عندهم ودن موسيقية لا